قاعدة 80-20 القاعدة دي مهمة جدا جدا لازم تبدأ تستخدمها ولازم تركز عليها وهي كده باختصار بيقولك ان 20% من الشغل اللي انت بتعمله او الحاجة اللي انت بتعملها هي اللي بتيجي ب80% من الحاجة النتيجة اللي بتحصل وال80% من اللي انت بتعمله هو بيجي ل20% للنتيجة اللي بتحصل طب احنا بنقول الكلام ده ليه علشان في عالم الاعمال او عالم اللي هو الانتجاية اللي انت بتعملها في يومك عموما سواء في شغلك او في بيتك او في اي حاجة ركز كويس قوي على العشرين في المية اللي هي بتجيب لك النتيجة 80% وبتبدأ تركز فيها عشان طبعا احنا احسن لنا ان احنا نركز في 80% ونركز في العشرين في المية عشان يبقى فيه الانتجاية اكتر بمعنى لو انت عندك شركة 80% من ارباح الشركة دي هتيجي من 20% من الزباين بس فبالتالي نبدأ نركز على العشرين في المية بتوع الزباين دول عشان نطور المبيعات ليهم ونحاول نطور نطور نفسنا بدل ما نحرق وقت ومجهود في ال 80% من الزباين التانين وفي الاخر بيجيبوا نتيجة لعشرين في المية بس وده مش معنى ان انت تسيب اللي بيجيب في عشرين في المية بس بتكلم ان انت تركز شغلك عليه ويقولك 80% من الصروة الموجودة في العالم كله بيملكع عشرين في المية بس من الناس والمبدأ ده بيتسمى على اسم اللي طلعه هو مبدأ بريتو اللي هو 80% من نتيجة بيجيب 20% من السبب وجي هنا بقى في كتاب خطة تسويية في صفحة واحدة قال اندب قالك لو كان مثلا 80% من النتيجة بتيجي بسبب 20% من السبب لما تيجي نقسم الموضوع ده يبقى 64% من النتيجة بتيجي من 4% بس من السبب وهو هنا بيتكلمك في النقطة دي ليه انه بيقولك 4% بس من اللي انت بتعمله في حياتك مسؤول عن نتيجة 64% من اللي بيحصل في حياتك يبقى انت لو جيت هتكلم على نجاحك يبقى انت 4% بس من اللي بيحصل في حياتك هو المسؤول عن نجاحك 96% بيعتبر مضيع للوقت يبقى احنا نركز على 4% بس